السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز بالعادة بتوصلني منتجات كثيرة من شركة هواوي وبكون صراحة كثير مستمتع بالمنتج وبستخدمه وبتحمسله بس المرة هاي وصلني منتج كان حسيتني مش راح أقدر أستخدمه حتى لو أنا حاب شغلي فيه مش قادر أستخدمه تعرفين ليش وصلني هذا الشكله شكل روج الروج اللي هو أحمر الشفاء هذا المنتج أنا بعتقد هو بس متخصص للنساء شكله فخم جدا يا إخوان وواضح إنه هذا حيكون موجه للنساء أول ما تفتحه يعني واضح حين عنيش لك والله اشتغلين صح يعني اشتغلوا السماعات هاي بطريقة يعني جميلة جدا فيه فخامة مصنعية كبيرة في هذا الروج في هاي العلبي اللي معمولي هون بالكيس هذا السماعات بس وين المشكلة المشكلة إنه أنا بحب اللون الأحمر هي أول شغلة الشغلة الثانية السماعات هذول بدون الربر بالنسبة إلي استخدام سماعات للأذن بدون المطاط أو الربر اللي حواليها جدا مريح فأنا حابهم كثير أنا عن نفسي حابهم بدي أستخدمهم بس مش قادر مرتي بتقولي ما بنفعلش يستخدمهم حكيت مع صديق إيهاب بقول الززار ما بنفعلش شو تحط أحمر ما بزبطش معك يعني هذول هي للنساء هاي الأشكرية ومع ذلك حاب أستخدمهم يمكن ما استخدمي أرف ما حملش الكيس بس حاب أستخدمهم يعني لإني أوش عجبني الصوت مبدئيا واللون الأحمر هو لوني المفضل والشغلة الثالثة الديزاين هلأ أنا بالنسبة لي سماعات اللي بستخدمهم للأذن أنا هاي السماعات ليش بستخدمهم لما أسوق ولما ألعب رياضة بهمني شغلتين بصراحة بالنسبة لي جودة الصوت والراحة في الأذن أنا عندي ذاني شوية حساسة وإذا كان الوضع ممكن يأذيها شوي بصير عندي ألم وبستمر الألم فبهمني الراحة هدول السماعات ووفروا هاي الشغلتين فهون الخيرك كيف بدأستخدمهم مش عارف ولكن الأغلب مرتي سوف تحوزوا على هاي السماعات خليها تعتبرها هدية هدي الزواج أو whatever بس هي عارفة أنها هتخذهم هتخذهم جميع الحوال فبقدرش أقولها هدية خلاص هي هتخذهم على كل حال تعالوا نحكي شوي تفاصيل السماعات يعتبروا هم السماعات المفتوحة الopen fit ما عليهم الربر ففعليا هدول للناس اللي بيبحثوا عن سماعة تكون مريحة بالأذن هذا خيار ممتاز جدا هاي السماعة هي نفس سماعة الفري بودز فور للي استخدمها بس يعني عملوها بالدزاين هاد باللون هاد بالشكل هاد ووجهوها للنساء وحركة كتير خلوة كتير ذكية يعني أنت لما بتسكرها بصراحة التسكير فيه في خط هون في خط وين راح اه في خط هون ايش بيك الخطين مع بعض بتسكر معك فالدزاين رهيب يعني الوزن ما في وزن بالعكس نحاس أنه الوزن لطيف جدا المبنى فخم عندك يو اس بي سي وعندك زر الاقتران في الأسفل اعتقد خلص النساء رح يكيفوا هادا الموضوع بالنسبة لجوجته الصوت انا بقدر حكي لك انها ممتازة لون العشاك للعلبة كان خطها خلص اكيد مع اللون الاحمر ويمكن اخدها ويمكن اغير رأي واخدها خلص يعني معلش يا مرة تسمحين ايضا هاي السماعة مع انه ما عندها الربر ما عندها الغطاء الاطار اللي بسموه المطاط اللي بيساعد لتسكير الاذن بيساعد على عمل عزل الصوت عندها ميزة عزل الضوضاء هالسلميز اللي هون يعني هالناس العطوة بعتبروها سلبية او ايجابية شوفوا لا انا مثلا من الناس اللي ما بحب يكون العزل كامل اذا بدي عزل كامل واستخدم السماعات الفوق الرأس عشان عزل كامل العزل اللي بتقدمه هاي السماعة جيد جدا مناسب انا بعتقد انه مناسب اذا بدك عزل قوي جدا دور على سماعة عندها الربر او المطاط فهون في عزل الصوت مبدئيا واذا استخدمت عزل الصوت رح يقلل من عمر البطارية بس عشان تكون بصورة السماعة جدا خفيفة ما رح تحسنها بأذنك فعليا وهذا من الاشياء اللي حلوة بالنسبة لي فهذا بساعدني في موضوع الراحة في الاستخدام ايضا هاي السماعة تدعم اللمس خلان نلمسها احنا ليش بنحكي كتير ما نلبسه نخلص الشغلة المهمة اول ما تلبسها السماعة عندها مستشعر اوكي انه الشخص لابس السماعة فبتكون جاهزة للعمل اوكي تمام بالنسبة للثبات زي ما انتم شايفين انا بحرك رأسي حاليا بقوة لنفرض انك تركض السماعة ثابتة وهذا اشي حلو انه ما في الربر يمسكها ومع ذلك ثابتة شمال يمين فوق راحة اللي بدك في ثبات الشغلة الثانية هاي السماعة تقبل اللمس double tab لما يجيك تليفون بتأخذ تليفون او بتطف تليفون لو سحبت على السماعة على الاسفل بتوطي الصوت لو سحبت الاعلى بتعلي الصوت واذا ضغط ضغطة طويلة راح تطفي او تفعل عزل الصوت طبعا مهم جدا انك تنزل بتطبيق AI live تبع هواوي المختص بالسماعات وتشبك سماعتك مع هذا التطبيق لانه هيعطيك كل المعلومات اللي بدك اياها حتى تتحكم اكثر في الساعة وعمل له update مش غلط ونقطة مهمة لازم حكيها لانه تسألوني كثير هل هاي السماعة فقط تشتغل على هواوي او على اندرويد لا اندرويد او ايفون هواوي سامسونج بيكسل اي شيء بدك اياه السماعة ما عندها مشكلة راح تشبك على جهازك هاي النقطة الاولى نقطة الثانية بتقدر بنفس الوقت تشبك على جهازين يعني اشبك على لابتوب هواوي لابتوب وكن اسمع وخلي تلفونك جنبك برضو شابك على السماعة راح تتقل ما بينهم بسلاسة فيها كل الميزات اللي بدك اياها ويعني تصميم حلو اداء حلو صوت حلو يعني وزن بالنسبة لي مناسب جدا عزل جيد جدا ما بدنا يكون مية بالمية لانه انا بعتقد انه لا بهمني عزل على الاقل الضوضاء السيارات الاشي المزعجي يبعد عني مش كل اشي يكون على الاقل بدي يكون في البيت سامع حدا بيحكي معي مش ان تكون مسكرة معي الاخر مش سامع اشي كمان شغل البطارية البطارية هون بدون عزل ضوضاء اربع ساعات ومع الكيس هذا الجميل هتاخد 22 ساعة فعندك عمر بطارية ممتاز جدا اضف الى ذلك شحن USB-C سريع يعني هاي السماعة شايفها ممتاز جدا السلبية الوحيدة بالنسبة لي انه هي موجهة للنساء يعني هاي سلبية ليش لانه انا بدي استخدمها عادي بدي سماعة حمر انا بحب اللون الاحمر بس لما تحمل لو رحت طلعت بشوار وحامل كيس زي هيك وطلعت من وفتحته وناس يفوق فعليا زي كنو زي كنو بشوفوا واحد فاتح علبة الروج هاي الاشكالي هون فبدي ألاقي حل بدنا هواوي يصنعونا سماعة حمراء بس بكيس رجالي هاي سماعة حيكون سعرها 899 درهم يعني اي ما يقارب اسف معلش وقعت من ايدي 180 دينار اردني اي ما يعادل 270 دولار ايش رأيك بهاي السماعة وهل تعتقد انه ممكن تستخدمي لك شخصيا ولا بمثلات تهديها لزوجتك لوالدتك لأختك بصراحة اعتقد النساء كيف هو على هيك سماعة يعطيكو الف عافية لا تستعبون على انستجرام بشوفوا في الفيديو القادم الى اللقاء اشتركوا في القناة